إخواني وأخواتي أبناء الشعب الليبي الكريم أخاطبكم اليوم ومشاعر الأساء والألم تغمرنا جراء هذه الفاجعة الأليمة إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء والمواساء لأهالي مدن درنة وسوسة وشحات والبيضة والمرج والحنية والامخيل ومسة والبياضة وتاكنس وبلدية عمر المختار وكل المناطق المتضررة من الكارثة إننا يجب أن نقف احتراما وشموخا لشهداء الواجب الذين قضوا نحبهم أثناء جهود الإنقاذ من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية والهلال الأحمر والمتطوعين وأتقدم بالشكر والتقدير لأبناء مدينة درنة وأهالي هذه المناطق على فزعتهم وجهودهم المخلصة وشجاعتهم في عمليات الإنقاذ كما أشكر أهالي مدن وبلديات برقة المجاورة وكل أهالي مدن الغرب والجنوب على تعاطفهم ودعمهم لإخوانهم في درنة والمناطق المنكوبة لقد أظهر الجميع أبناء ليبيا معاني التكافل والتراحم بين أخوة الوطن الواحد لقد ترأست اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين واتخذنا حزمة تدابير أساسية نتابع تنفيذها ولكن مع متابعة دقيقة للمنطقة وحجم الكارثة وجدنا إن المسؤولية تحتم علينا قرارا آخر بطلب الاستعانة الدولية ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا واليوم اتفقت مع السيد رئيس الوزراء بتخصيص مبارغ مالية طارئة لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص والقائم على أن يحتمد في أول اجتماع للجنة المالية العليا كما اتصلنا بكافة الفاعليات والقيادات في شرق ليبيا لتنصيق الجهود على الأرض والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لإغاثة إخواننا المتضررين أعاهدكم إن المجلس الرئاسي لن يألو جهدا في تقديم كل ما يستطيع للتخفيف عن المنكوبين وأعانتهم على تجاوز هذه المرحلة العصيبة كما إن المجلس الرئاسي مستمر في انعقاده ومتابعته للموقف عن كثب واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ولا يفوتني أن أثني على مواقف الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها الجزائر ومصر وتركيا وفرنسا وكل الأشقاء العرب الذين قاموا وسيقومون بإرسال الدعم المباشر وتأكيد ثضامنهم مع أخوانهم المنكوبين إننا نثمن عاليا التعازل الحارة المقدمة من فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي المجسد لمصر العروبة والإخوة والرئيس رجب طيب أردغان الذي أثبت بالعمل والموقف دعمه لكل الليبيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها ونرحب بالوفد الوزاري الجزائري الشقيق الصباق دائما لكل قضايا الأمة وثوابتها ونشكر المملكة العربية السعودية على تقديمها واجب العزاء كما تلقينا بامتنان برقيات تعازن من فخامة رؤساء وملوك وأمراء الدول روسيا والصين والأردن وقطر وفلسطين وإنني أيضا أثني على موقف مجلس الأمن وبحثة الأمم المتحدة وكل أصدقاء ليبيا وإخوانهم في تعاطفهم ودعمهم إن المجلس الرئاسي ينصق حاليا مع هذه الدول والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الكارثة حتى نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتخفيف ولو جزء من الضرر الذي ألحق بأهلنا وأهبائنا إن مثل هذه المحن والكوارث تذكرنا دائما بأهمية التكاثف والتآزر ونبذ الخلافات فالوحدة هي قوتنا والاتفاق هو سبيلنا لتخطي الصعاب لذلك أدعو القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة فهذا ليس من قيمنا وأخلاقنا ويؤثر إن حدث على جهود التصدي للكارثة وهو أمر غير مقبول لا يمكن السكوت عليه وعلينا جميعا أبناء الشعب الليبي من كل المناطق أن نتعاضض كيد واحدة وقلب واحد في مواجهة هذه المحنة ورفع المعاناة عن إخوانهم وفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا وشعبنا في كل حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة